السلام عليكم الحرب ليست في غزة فقولوا لهم بل الحرب عندكم وبينكم جنود حماس يأخذون جنودكم أسرة هناك هناك حاربوهم اذهبوا هناك وحاربوا حماس في بيوت غزة لا يوجد مقاتلو حماس كل رجال حماس في الخنادق ووراء راجمات الصواريخ وفي مدنكم ومستوطناتكم قولوا لهم جنودكم خائفون وشعبكم خائف في المدن والمستوطنات اذهبوا وشجعوهم وقاتلوا المهاجمين الأتين من غزة ما لكم ما الغزة غزة ليست ليست في بيوتها إلا مدنيين أبرياء في غزة لا يوجد إلا مدنيين أبرياء وأطفال ونساء لا علاقة لهم بالحرب أنتم تقترفون جرائم حرب بهدم بيوت المدنيين عليهم أو بتشريدهم أنا مستحي أن أقول لكم أيها الصهينا أنه عيب عليكم تتركوا مقاتلة الجيش وتقاتلوا مدنيين وأطفال التاريخ سيذكر هذه الأيام أنا مستحي أقول لكم عيب عليكم أن تذهبوا لكسر يد بنت أن تذهبوا لكسر يد بنت أو طفل في غزة لأنكم عجلتم عن كسر يد شاب غزة في مستوطناتكم أنا مستحي أقول لكم أن الناس في المستقبل رايحين يقولوا عنكم نازقين لأنكم تفعلون فعلا نازقين عيب عليكم روحوا قاتلوا جيش غزة روحوا قاتلوا جيش غزة مش غزة والسلام عليكم